سيبك من الكلام اللي بتقال على عيوب جواز الصلانو ولا كذا أو مميزاته قص الأهل عارفين بعضها قص ما مشان نختلف على المؤخر قص الدنيا مش عارفة ايه وكذا وإحنا كأننا في منظومة لازم تكمل لا غلط لا جواز الحب ولا جواز الصلانو ولا جواز المرتب ولا أي حاجة من أنواع الزواجات جايلك عريز انتي والإسلام اداك الحق ده ها ايه رأيك طب عايزة ايه ها طب كذا طب السكوت على مطر طب لا اقول الاسلام اداك الحق ده لكن ما ادنيش حق اننا اعمل علاقة قابليها طب جاه الامر الحب اكتمي ما غزب عني شفته شفته بقى وبعدين بصي رمالي نظرة كده فبعدين وقعت بقى وبعدين والله ما بعمل حاجة غلط انا حتى بيكلمني بعمل سين بس ما بردش وبعدين انا متعلقة قلبي وكذا كما كل بقى عمالة بيحصل ايه تعلق تعلق الدين سابق قال لها لا نرى المتحبين مثل النكاعة اللي بيحبوا بعد يتجوزوا ليه لان اطلقت نظر اطلقت فكرة اطلقت ايا كان ها الاسباب خلص تزوجوا احنا ما بنقولش الحب ده الحب ده حاجة طحفة جدا الحب ده حاجة جميلة جدا وما بيبقى فيه علاقة ما بين زوج وزوجة بيحبوا بعد بتبقى الدنيا جنة وورد وقلوب طلعة والدنيا عظيمة يعني يقول لها حاجة يعنيها قلوب طلعة يتقول له حاجة معرفش ايه جميل بس بالطاعة مش بالمعصية مش اخرج واختبره ومش عارفة يبقى فيه كلام وشهر وشهرين مش عارفة لا 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 على فكرة احنا بنقول على الاقل على الاقل فترة الخطوبة ستة شهور ستة شهور بيروح وبييجي وبيجي بفوست اهلك ولو عايزة تخرجي في مكان عام معاكي اهلك وتروح وتشوفي الدنيا بتتعامل زي كل ده في الامور دي نفع نفع لما يتحسب عليك لامش يتحسب عليك مش احسن ما تبقى زيجة فشلة مش احسن ما تطلع المطلقة بشهر ولا 45 يوم زواج ها او تقول لك يا لامش هيطلق والله لاخلع واعمل والقانون معايا دلوقتي يا سلام بالا ومتجوزين في بلد اوروبي تجيب له الشرطة بس الرجل متبهدل في الملاد الغير العربية صراحة متبهد تجيب له الشرطة خلاص تاخد حقها ومشي وتعهد وبهدلة لها عمر معلاقة تيجي بكده ومش عايزين نوصل لمرحلة المشاكل احنا عايزين نوصل للمرحلة الحلوة فيا بنات من فضلكو ارجوكو محدش يفرد عليك فكرة محدش انا انا قلت انا عزراك والله العظيم انا عزراكو اما من ابتدائي ومن سن اطفال بتتفرج اني لازم في حب وعلاقة ما قبل الزواج وانك لازم تخرجه وتروحي واتحط في ذهنك يا خبا ربي يد وتقولك ايه لا ده هيجي لي راجل تحرث جواز الصالونات ده خليتهم يرسموا تقولك جواز الصالونات ده راجل بشانة بقد كده جاي وعامل كده ولبس نضارة من الكعب كوباية لا 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 انا مش عايزة ده والافلام صورت كده مش عايزة اقول مسميات واختها جايبة عشان نسلها عن نزلت فجايبالها واحد كعب كوباية او جايبالها مش عارفة واحد نظر معرفش او مثل ايه ده مين قال الكلام ده وهو البديل البديل انها تبقى معفلان وعلان وكذا وكذا استنى بجرب ايه ده مش منطق على فكرة ولا صح يا بنت الحلال يا بنت محدش قالك تتجوزي ما انت مش بتحبي جالك اللي هو بالطريق الصح الشرع اللي ما هينتيش نفسك ولا صغرتي نفسك والدنيا بصوا يقصوا ادي كده صغيرة ادي كده الدنيا تلف تلف او مش دي فلانة بتاعت فلان اللي مش عارف ايه شايزة احكيلكو قصص قتلة حقيقية وصحابها موجودين في ركب كتابها ويكت على علاقة بواحد وكان مسافر تخطبت بينكتب كتابها على صاحبه وصاحبه جاي الانتيم قال له فين قال له خلتها مفاجئة يعني ده ما فيش صورة طيب ما فيش اي حاجة فجأت بيه قال له دفلانة اللي كانت معيه ولا عايزين نعرض قلبك لصدمة ولا عايزين نعرض كذا الفكرة في ايه الفكرة ان البنات بتبقى مرتبطة اوي واي لو فتحت بس تغفر الله انسى الله لكم العفو والعافية لو فتحت قلبها سنة بس بتتعلق وتبني احلام احلام يخطأ مش عايز اقولك ويبهدلها ويشتمها وي مش عارف ايه تقولك اصبح احبه غلط مين ده اللي الحب بهدلة لا بهدلة ولا قلة ايمة ولا قلة احترام ولا انه يكلمك برا البيت الشنب مني اللي في البيت ابوكي اخوكي جدا ايدك عمك خالك الموجودين في قلب البيت يا بنتي ويجي ويطلبك وانت معززة مكرمة لكن تقضي تحطة في دماغيك فكرتين مش هتجوز الا بعلاقة او احبه قابليها او لو كذا يبقى التاني الجواز ده ويحش محدش قالي الكلام ده انا عزراكم بس فوقه فوقه وانشروا للصح لما تنشر الصح هتبقى سامته مجتمع هتبقى ثقافة مجتمع مش يبقى ميديا وناس ايمة على غلط ويبقوا نجوم ومشا دول اللي يدونا دينا ويدونا نصلا يا حبيبتي ولا دون نجوم ولا بتاع ميلي قال دون نجوم ده ضلمة ده ضلمة وخليكم يعني بص تتص كده في حطة سد وينقصر قلبك وتتخدعي وتحسي تقولي ولا على الحب وسنين ولا من اللي تشتموش الحب ينوبكوا سواء مالوز زنب خالص الحب الجميل البريء الطاهر اللي على الفطرة ده مالوز زنب الممارسات اللي بتحصل من الولد او من البنت ما قبل المرحلة دي او في المرحلة دي هو اللي غلط ده الجواز وسنين لا الجواز طحفة وجميل بس انتم اللي بتعامله غلط لو تعاملنا صح هو ده اللي هيبقى موجود الحلقة دي انا عاملها مخصوص عشان خطر الامر ده عشان خطر المعنى ده فمن فضلكم من فضلكم عيدوا ترتيب الحاجات اللي انا قلتها تاني وارجعوا للحلقة تاني وشوف النقاط دي وكلمي نفسك يا بنتي خلين الحلقة دي مجرد حوار مع نفسك ومع قلبك كده انهو الصح ودعي اللهم اسألك يا رب تهدي قلبي للحق وتبصرني بالحق ادعو كده اللهم نسألك بدعاء سيدنا موسى يا رب ربي ان لي ما انزلت الي من خير فقيت فجاءته احدهما مش واحدة بس ان شاء الله يجي العريز برد نسألك يا رب التقي النقي الرومانسي القرآن الرباني بقى لسه اللي انتوا عارفينها دي الحنون اللي بيراضي اللي يبقى فطعت ربنا ادعو الله سبحانه وتعالى لكل البنات النهاردة بنكلم البنات مرة جاء نتكلم الشباب ادعو الله سبحانه وتعالى لكل بنات الامة يا رب المسلمين ان ربنا يرزقهم الطهر والعفاف وان يحمي قلوبهم اللهم امين